عدة شهور مرت على توتر عسكري بين الهند وباكستان على إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين يغذي هذا التوتر الخطاب المتطرف الذي تبناه رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إلى أن انتهى به الأمر إلى إلغاء الحكم الذاتي للإقليم وإلحاقه بالهند صحيفة لوموند الفرنسية ترى أن هذه الخطوة قد أججت الصراع في واحدة من أكثر مناطق العالم التهابا وتعتبر أن الهند بإلغائها الحكم الذاتي لكشمير قد جازفت مجازفة خطيرة تولى كبرها رئيس حكومتها ووزير داخليته الذان يعتزمان الإسراع في تطبيق البرنامج القومي للحزب الحاكم الذي فاز بانتخابات أيار الماضي إبطال المادة 370 من الدستور الهندي التي تعطي صلاحيات موسعة لحكومة إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة هو وعد انتخابي كان قد قطعه مودي على نفسه بعد انفصال باكستان عن الهند عام 1947 شنت إسلام أباد هجوما على كشمير لضمها فاستنجذ حاكم كشمير الهندوسي أنذاك بالهند فاستجابت له ودخلت حربا مع باكستان انتهت بتدخل الأمم المتحدة التي فرضت خط مراقبة وسط الإقليم الذي غدا منذ ذلك الحين مقسما بين البلدين ولضمان أن تظل المنطقة الهندية من الإقليم ذات الأغلبية المسلمة جزءا من الهند لجأت هذه الأخيرة إلى منح جام وكشمير وضعا خاصا أصبح بموجبه يتمتع باستقلال ذاتي وغدا رمزا للتعددية الثقافية والنظام الفيدرالي الهندي حزب بهاراتيا جانات الحاكم بسياسته التصادمية يشعل فتيل براميل من البارود خزنتها الخلافات على مدى العقود الماضية حيث يحكم هذا الحزب باسم التفوق العرقي والديني الهندوسي ويضع نفسه المدافع الأكبر عن وحدة الهندوس في مواجهة الإسلام كما يزعم فوقع إقليم كشمير ضحية لنهج الحزب الهندي الحاكم وفتح مع الجارة النووية باكستان حلبة صراع قد تدخل فيها أطراف عالمية ترجمة نانسي قنقر